اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين قطاع الصناعة في غزة يصاب بالشلل في ظل انتشار وباء كورونا ونسبة البطالة تتخطى 60% نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان تؤكد صلاحية الحاويات الموجودة في مرفأ بيروت وتطمئن ان لا ازمة امدادات وفي النشرة ايضا الطلب العالمي على السفر جوا تهاوى بنسبة تقارب 92% بسبب انتشار وباء كورونا اهلا بكم الصناعة في غزة مهددة بالانهيار والاف العمال والموظفين يخشون فقدان مصدر رزقهم بعدما ضاعفت ازمة وباء كورونا من معاناة هذا القطاع المتدهور اصلا بفعل الحصار الاسرائيلي احمد غانم من غزة مصانع غزة التي سلمت من القصف والدمار الاسرائيليين لم تنجو من الحصار واليوم حلت جائحة كورونا لتضرب عصب القطاع الصناعي وتهدد بنهياره فاجراءات الحكومة الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا في غزة طالت معظم المنشآت الصناعية التي اغلقت ابوابها مصانع اخرى تراجع انتاجها الى الحدود الدنيا لتلبية احتياجات السوق كهذا المصنع الذي اضطر صاحبه الى تخفيض انتاجه واعداد العاملين فيه لأكثر من النصف ما كبده خسائر فادحة احنا سواد عشر سنة محاصرين والوضع كان سيء جدا 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 واليوم في عصر كورونا الحمد لله على كل حال الوضع ساء اكتر واكتر فكان عنا من ستين لسبعين عامل اليوم مع الوضع اللي احنا فيه صرنا مش قادرين لا نتحمل العامل ولا نتحمل المصرف اللي احنا فيها وبحسب الارقام فانما يزيد على خمسين الف عامل تعطلوا من العمل نتيجة اجراءات مواجهة جائحة كورونا التي عطلت القطاعات الصناعية والانتاجية وهو ما رفع نسبة البطالة الى اكثر من ستين في المئة مؤشرات خطيرة ستفاقم بحسب خبراء الاقتصاد وضع قطاع الصناعة المنهار اصلا بفعل الحصار الاسرائيلي الجائحة اوقفت ما يزيد عن الفين منشأة اوجدت ما يزيد عن عشرة الاف عاطل عن العمل الحديث عن توقف شبه تام لهذا القطاع بما يهدد بقاء ووجود هذا القطاع من خلال ما يتكبد من خسار حقيقة هي عالية وعالية جدا مقارنة بالامكانيات البسيطة ودمرت اسرائيل خلال عدوانها عام الفين واربعة عشر ما يزيد على خمسمائة منشأة صناعية بشكل كامل لم يعاد اعمار عدد كبير منها حتى اليوم وهو ما يشكل تحديا حقيقيا امام نهضة اقتصادية سيسهم وباء كورونا في تراجعها بكل تأكيد احمد غانم غزة الميادين تفقد رئيس نقابة مستورد المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي نحو الف حوية موجودة في مرفأ بيروت وتعود الى مستورد المواد الغذائية وطمأنى الى ان نتائج الكشفية الذي جرى على المواد الغذائية في داخلها اثبت انها صالحة للاستهلاك والتقى بحصلي المديرة العامة لادارة مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي واطلع منه على سير العمل في المرفأ وخصوصا في محطة الحاويات لتأدية دورها الاساسي في خدمة الاقتصاد الوطني وتسهيل اعمال المصدرين والمستوردين ومختلف المتعاملين مع المرفأ يسعى العراق الى الحصول على اعفاء من اتفاق خفض الانتاج ضمن مجموعة اوبك بلاس لمدة ثلاثة اشهر وفق ما كشف وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار وقال الوزير العراقي انه فاتح جميع وزراء منظمة اوبك بالامر في ثلاثة اجتماعات متتالية وفيما يتعلق بانشاء انبوب تصدير الخام بصرة عقبة اكد ان الوزارة باشرت بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء الانبوب الذي تقدر طاقته بمليون برميل كل يوم رد وزير النفط الايراني بيجين زنجاني على ما تدولته بعض وسائل الاعلام العربية بالقول ان العراقيين يرغبون باستيراد كميات اكبر من الغاز الايراني وانه لم يسمع شخصيا بان العراق لا يحتاج لهذا الغاز وانقلت وكالة انباء فارس عن زنجاني قوله ان قطاع الكهرباء في العراق ينشط بامدادات الغاز الايراني المجد اقتصاديا لكونه طبيعيا ويحل مكان السولار الذي يعادل سعره اكثر من ضعف تسعيرة الغاز الايراني اكد الوزير التونسي المكلف بالوظيفة العامة والحاكمة ومكافحة الفساد محمد عبو احالة شكوى ضد حركة النهضة بشبهة تبييد الاموال الى القضاء التونسي وكشف ان الملف الذي تمت احالته الى النيابة العامة تضمن شهادات من داخل اربع مؤسسات اعلامية ويضم ادلة قاطعة وقوية بوجود تبييد اموال بحسب تعبيره اتفقت السلطات الاماراتية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو رحب بالاتفاق عبر موقع تويتر وكشف ان التفاهمات الاخرى ستتم قريبا في مجالات الطيران والسياحة والتجارة وكان بيان اسرائيلي قد دقل عن نتنياهو قوله ان التفاهمات مع الامارات تهدف الى ازالة الحواجز المالية والتعاون في الخدمات المصرفية وتنظيم المدفوعات قبل ان تهبط في تل ابيب الطائرة الاسرائيلية التي نقلت الوفد الاسرائيلي الى ابو ظبي مجتازة بذلك مرة اخرى اجواء السعودية لكن من دون الوفد الامريكي هذه المرة اعلن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو من اسرائيل عن توقيع اول بروتوكول تفاهم بين اسرائيل والامارات في مجال البنوك والتمويل الاعلان عن التوصل الى هذه التفاهمات يأتي على وقع كلام مراقبين عن موافقة اسرائيل على تزويد الامريكيين الاماراتي بطائرات اف خمسة وثلاثين على ان تسحب منها خصائصها ومزاياها بما يحفظ لاسرائيل تفوقها النوعي في هذا المجال الامر الذي يفرغ هذا الاتفاق من اهميته بالنسبة الى المؤسسة الامنية الاسرائيلية الصفقة منتهية ستحصل نقاشات حول السعر والكلف وعدد طائرات اف خمسة وثلاثين وما تريد اسرائيل فعله هو العمل مع الامريكيين للتأكد بان ما تحصل الامارات على نموذج اقل جودة بكثير من هذه الطائرة اي على طائرة رديئة لا توجد فيها القدرات الموجودة نفسها في اسرائيل اللافت ان وعود نتنياهو بالتوصل الى المزيد من التفاهمات مع الامارات ترافقت مع اعتراف مسؤول اماراتي بسير الامارات في مشروع التطبيع حتى لو استأنفت اسرائيل خطة الضم مسؤول رفيع المستوى في بزارات الخارجية الاماراتية اوضح خلال حديث مع صحفيين الاسرائيليين ان الامارات حصلت على ضمانات بان لا تدفع اسرائيل بخطة الضم قدما وعندما سئل ماذا سيحدث اذا سعت اسرائيل بالفعل الى خطبة كهذه هل سيلحق هذا الامر ضررا بالتطبيع اجاب باختصار كلا وفيما يحتفلون في اسرائيل بنجاح الزيارة العلنية الاولى لوفد اسرائيلي للامارات وصف معلقنا اسرائيليون كلام ولي العهد الاماراتي محمد بن زايد بعدم تجاوزه القضية الفلسطينية بالضريبة الكلامية التي هو ملزم بقولها للفلسطينيين اعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية هبى محمد علي عن فتح المعابر التجارية بين بلادها وجنوب السودان وتعزيز وتفعيل النقل النهري قريبا فيما اعلن وزير الطاقة والتعدين عبد الرحمن خيري عن الاتفاق معجوبة لتنشيط التعاون في مجالات النفط والانتاج واكد الوزيران ان اللجانة الوزرية بين الدولتين ستبدأ عقد لقاءتها بنحو دوري لتعزيز المصالح المشتركة خلال الفترة الانتقالية هو الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 91.9% على اساس سنوي في تموز يوليو الماضي وفق ما ذكر تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا وقال الاتحاد في تقريره ان الطلب الذي قيص بارادات كيلومترات المسافرين تراجع 79.8% على اساس سنوي بسبب حالة الشلال التي اصابت قطاع الطيران في ظل اجراءات العزل العام او الحجر الصحي للحد من تفشي وباء كورونا قال وزير الاقتصاد الايطالي روبرتو جوالتيري ان انكماش الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سيتجاوز ثمانية في المائة وان الانتاج في الربع الثالث سيسجل تعافيا قويا وذكر مكتب الاحصاءات الوطني في الاسبوع الماضي ان اقتصاد ايطاليا سجل انكماشا قياسيا بنسبة 12 و18% ما يشير الى تحسن طفيف يحرزه الاقتصاد الايطالي بسبب اجراءات العزل لمحاربة انتشار وباء كورونا شن جورج بوش ابن شقيق الرئيس الامريكي الاصبق هجوما على المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن على خلفية اعلانه العزمة على تخليص الاقتصاد الامريكي من الاعتماد على الوقود الاحفوري وكتب بوشا الذي يشغل منصب مفوض اراضي بلاية تكساس عبر تويتر ان هذا الطرح يرعب اي شخص تعتمد معيشته على صناعة الطاقة ويدمر قدرة عدد لا يحصى من الامريكيين على اطعام عائلاتهم يذكر ان بايدن تعهد في حال انتخابه بان تعود واشنطن للانضمام الى اتفاقية باريس المناخ التي تهدف الى مكافحة التغير المناخي من خلال الحد من انبعاثات الوقود الاحفوري من جهة اخرى جدد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن تعهده بالتعامل مع الحاجات الاقتصادية الاساسية ومع ازمة فيروس كورونا بجدية كبيرة وقال انه سيعمل من اجل تحقيق الانصاف والفرص المتساوية للامريكيين بايدن اتهم في تغريدة عبر تويتر الرئيس دونالد ترامب بخلق الفوضى والعنف وذلك على خلفية الاحتياجات المتواصلة في انحاء الولايات ورأى ان الامريكيين يحتاجون رئيسا يخفض درجة الحرارة ويوحد البلاد مع هذا الخبر نأتي لختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت المزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة